اشتركوا في القناة مستشار الأمن الوطني رئيس مجلس أمناء المؤسسة الملكية للأعمال الإنسانية أطلقت المؤسسة الملكية للأعمال الإنسانية وبتعاون مع هيئة المعلومات والحكومة الإلكترونية خدمة التسجيل لدعم الفئات المتضررة من أزمة كورونا إلكترونيا عبر البوابة الوطنية هذا ودعت المؤسسة الملكية للأعمال الإنسانية وهيئة المعلومات والحكومة الإلكترونية مع إطلاق خدمة التسجيل لدعم الفئات المتضررة من أزمة كورونا دعت كافة الفئات التي يشملها الدعم للاستفادة من الخدمة والحرص على تقديم كافة المعلومات والمرفقات اللازمة أثناء التسجيل الإلكتروني بما يصهم في سرعة حصولهم على الدعم اللازم